هيا نلعب مع جدي اعتادت خديجة وأخوها بذر اللعب مع جدهما من حين إلى آخر بعد الانتهاء من واجباتهم المدرسية وكان الجد يبتكر لحفيديه كل مرة لعبة جديدة تسليهما وتفيدهما قالت خديجة لجدها ماذا سنلعب اليوم يا جدي أجاب الجد سنلعب لعبة الحروف المتصلة قال بدر وما لعبة الحروف المتصلة يا جدي قال الجد وهو يعدل تربوشه فوق رأسه سنكون جميعا كلمات من ثلاثة أحرف سأختار أنا مثلا الحرف الأول ثم تختار أختك الحرف الثانية وأنت يا بدر تتم لنا الكلمة باختيارك الحرف الثالث صاحت خديجة وهي تجلس على ركبتيها يا لها من لعبة مسلية ومفيدة يا جدي أنا أبدأ اللعبة وأختار الحرف الأول سأختار حرف العين عا قال الجد وأنا أضيف حرف اللام لا هيا يا بدر فكر جيدا في اختيار الحرف الثالث المناسب وأكمل الكلمة حك بدر شعر رأسه وفكر قليلا ثم صاح وجدتها وجدتها سأختار حرف الميم وأقول علم صفق الجد وخديجة لبدر ثم واصلوا اللعبة قال بدر وهو ينظر إلى أخته أنا أبدأ الآن سأختار حرف الميم ما قال الجد وأنا أضيف حرف الطاء طاء هيا يا خديجة فكر جيدا في اختيار الحرف الثالث المناسب وأكمل الكلمة أغمضت خديجة عينيها بضع ثوان للتفكير ثم قالت وجدتها وجدتها سأختار حرف الراء وأقول مطر قال الجد أحسنت يا خديجة وأنت أيضا يا بدر اعتدل الجد في جلسته وقال والآن جاء دوري لأجد الكلمة المناسبة هيا من منكما يختار الحرف الأول؟ قال بدر أنا يا جدي أختار الحرف الأول ماذا أختار؟ سأختار حرف القاف ق قالت خديجة بعد تفكير وأنا أضيف حرف اللام لا أخذ الجد يفكر وهو ينزع نظارته ويمسح زجاجها بمندير كان في يده ثم قال وجدتها سأختار حرف الميم وأقول قلم سفق الطفلان لجدهما وقال هيا يا جدي نواصل اللعب إنها لعبة مسلية ومفيدة أجاب الجد سنواصل اللعب ولكن قبل ذلك سنركب كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث التي كوناها في جمل مفيدة ترجمة نانسي قنقر